موسيقى لك يا اشلام انا اللي بيدوخني انو الرسول كان عنده نسوان مشكلين واحدة كبيرة واحدة طفلة واحدة بكر واحدة مش بكر ارملة ومطلقة عبدة وحرة شقرة وصمرة كان بيحب يجرب كل الاصناف دكتور تجربة جنسية لا دكتور لا الجنس ما كان يلعب دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اي اي صدقتك وزيجات وكلها كانت حكمة وشو الحكمة من انك تتزوج وحدة قد امك على قولت المثال اذا بدك يكبر همك خوض مرة قد امك زيجات الرسول فيها ثلاث انواع من الحكمة دكتور شو هنين؟ اولا حكمة اجتماعية بالزواج تقرب رسولنا الكريم من قريش وتقرب من النصارى ومن اليهود لا تقرب ولا شي هجم عليهم وقاتلهم وسبى نسوانهم واطفالهم بس بعدين تقرب منهم دكتور وعلى قولت المثال ما تاخد صاحب الا بعد اخناقه ايه ايه وثانيا الحكمة الثانية سياسية ارتبط ببنت سيدنا ابو بكر وببنت سيدنا عمر اعظم وزيرين عنده وثالثا والحكمة الثالثة هي كسر العدو تضميره معنويا ونفسيا بالزواج بيدمر العدو ايه دكتور مثلا سبى ستنا صفية بنت حيي بعد ما قتل زوجها وعيلتها وبعدين نام معها وكسر عين كل الحشيرة وهيك عمل مع ستنا جويرة بنت الحارث قتل زوجها ونام معها معك حق اختصاب نسوان العدو بيكسر المعنويات وبيحطم عم بقول لحالي ليش اتباعك عم بيركزوا على اختصاب غير المسلمات مو اختصاب دكتور مو اختصاب ايه لك شو يا بني ادم تقتل الرجال وبتنامع مرته وممكن تعملها كمان وزوجها بعده على قيد الحياة شو اسمه هاته ما تعصب دكتور طول بالك شوي كل زيجات الرسول على سنة الله ورسوله ولك الله ياخدك من وشي حتى ارتاح من همك بتظلك تشرح القبائح وبتنسبها لالله دكتور بتحب نحكي قصة صفية وجويرة صفية حكيتني عنها بس جويرة مين لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق هيك بيقسم السبايا ويوزعهم على جماعتهم وكأنه الحيوانات دكتور بتحب تفيلك ولا وقف تابع 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 سبايا بني المصطلق وقعت جويرة ابنة الحارث في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسها وكانت امرأة جميلة فأتت رسول الله لتستعينه في كتابتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لك في خيرا من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله وين الاختصاب دكتور؟ جويرة راحت بريضاتها لعند الرسول طلع الزكية بيدخل عليها الرسول كل أسبوعين مرة أحسن ما يدخل عليها ثابت كل يوم ليش كل أسبوعين مرة؟ شو هل حسابات؟ كان عنده حوالي 12 مرة كل واحدة مخصصة لها يوم يعني نصيف جويرة مرة واحدة كل أسبوعين لا دكتور ما حذرت الرسول كان يطوف على كل أزواجه في الليلة الواحدة لأنه الله كان عطيه قوة 40 زلمة ومنهم بيقولوا 40 ألف وهالحكي بدخل مخك؟ ايه دكتور ايه؟ هالدليل على أنه مخك خربان ها